بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بيكم والسلام عليكم وأقرب طريق لو شخص كان عاوز يوصل لمكان ومعه عربية جديدة حاول يتعلم السواقة مرة واتنين بس فشل فاستسلم وقال خلاص مدام مش عارف أتعلم السواقة حسوق من غير ما أتعلم ومش مهم إيه اللي ممكن يحصل أو إنه يسيب العربية ويركب مواصلات الموقف ده فقرني بسيجمند فرويد عالم النفس المعروف وهو كان مؤسس قلم التحليل النفسي قعد مع نفسه وفجأة توصل لنظرية إن نفس الإنسان عبارة عن نفس أمارة بالسوق وعلماء المسلمين مقسمين النفس لسبع درجات أولها النفس الأمارة بالسوق يعني هو ما أضفش جديد بس قال بقى أنا عندي الجديد وهو علاج النفس الأمارة بالسوق إنك ما تمنعيش من حاجة وتنفذ لها كل رغبتها عشان تهدى وتستقيم مع الحياة وأقسم الله عز وجل بالنفس وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تسكية النفس يعني أنك توجهها إلى الصالحات من الأعمال عشان ترقى بنفسك واكتناب المحرمات أو كل ما يدنس أو يلوث هذه النفس فأقسم عز وجل وقال قد أفلح من زكاها يعني هو ده اللي حيفوز بالسعادة والنعيم ويقول الشيخ البصيري رحمه الله والنفس كالطفلي إن تهمله شب على حب الرضاعي وإن تفطمه ينفطني نفس الإنسان زي الطفل لو أمه ما فطمتوش هيفضل متعلق بالرضاعة رغم أن ده بيكون صعب على الطفل لأنه بالنسبة له بيكون الإحساس بالأمان والحياة والمتعة وتركه بيكون أمر صعب جدا عليه وعلى الأم بتتعب طبعا عشان تبدأ تعوده لكنه ما يعرفش إنه حينتقل لمرحلة أفضل هيبدأ يدوق فيها مختلف الأطعمة من الفواكه والخضروات بكل أنواحها واللحوم والعصائر كل ما يشتهي بعد ما كان مشروب واحد وطعم واحد بس عشان قدر إنه يمنع نفسه بمساعدة أمه طبعا لأنه طفل فداء النعم دي كلها وإحنا كمان لازم نحاول منسبش نفسنا العادة سيئة أو خلق دمين أو أي شهوة مسيطرة علينا لأنها أكيد هتكون منعانة من الوصول أو الإحساس بالسعادة ونعم لسه مدوقناهاش أو ممنعين يعني بالإحساس بيها إلا لو فطمنا هذه العادة ومنعناها بس المرة دي بمساعدة الله عز وجل والتبكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين والبداية الأول بتكون بالقرار منك أنت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وطبعا مجاهدة النفس دي وتسكيتها مش معناها إن ما فيش سقطات أو إنك مش هترتكب معاصي أكيد ممكن نعصى ونغلط كله بن آدم خطاء والدواء ساعتها هو التوبة والاستخفار وخير الخطائين التوابون فالتوبة دي هي الدواء وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من الاستخفار وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم التوبة والرجوع إلى الله هو ده أساس التسكية قد أفلح من زكاها دوعد من الله عز وجل وأقرب طريق عشان تدوق نعم لسه محستهاش والله تعالى أعلى وأعلم أشوفكم على خير والسلام عليكم وأقرب طريق ترجمة نانسي قنقر